كما بعث قدسة البابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإضافة إلى أنه قد هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر هاتفيا بمناسبة قرب حلول عيد الأطحى المبارك وخلال تهنئته الرئيس السيسي دعا قدسة البابا تودرس أن يدوم الخير لمصر والأمن والأمن بها ولشعبها كما وأعرب البابا تودرس خلال اتصاله الهاتفي بفطيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن أمنياته الطيبة له ولجميع المسلمين بالسعادة والخير والسلام في كل أنحاء العالم